بنرحب بحضراتكم من جديد في بداية حلقة سبعة خير يا مصر النهاردة تكلمنا مع حضراتكم أنه في خبر أو دراسة مهمة نشرها وعملها مركز معلومات مجلس الوزراء أمس كشفت عن تأثير أفلام الكارتون على سلوك الأطفال المركز قال أنه أفلام الكارتون هي السلاح دو حدين ممكن تدمر الأطفال إذا كان المحتوى في عنف ومفرط وممكن كمان تساعد في تربية طفل متوازن وبحالة نفسية سليمة إذا كان الكارتون بيعرض تجارب إيجابية بشرفنا في السوديو دكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل السلوك عشان نفهم منه بقى قصة أفلام الكارتون ومدى تأثيرها على سلوك الأطفال صباح خير على حالك يا دكتور صباح خير يا مصر صباح نور علي صباح خير يا دكتور دكتور خليني أعترف اعتراف أمام المشاهدين أنا لحد الوقتي بتفرج على كارتون وبتفرج بصراحة أكتر على الكارتون اللي تربينا عليها زمان ويمكن ما بزهقش منها كارتونز اللي كنا بنشوفها زمان وإحنا صغيرين ينفع دايما لما تشوفها دايما بتلاقي فيها مفاهيم إيجابية ودايما بتلاقي فيها بتشجع على سلوكيات إيجابية دلوقتي بقت في كارتونز كتير جدا من مختلف أنحاء العالمي حتى لو الترجمة ما بتوصلش وبنلاقي معظمها على يوتيوب مش معروف مجول الهوية ما بنش عارفين وبقت فيها سلوكيات غريبة ومفاهيم غريبة مش عارفينها فسؤيل حضرتك يا فندم هل زمان الكارتونز كانت بتتعامل بمنهجية معينة ودلوقتي منهجية الكارتونز اختلفت؟ طيب هل اللي بيتفرج وهو 30 سنة على كارتون يعني 24 ونص بيتفرج على كارتون دلوقتي وهو كبير كده دا عادي أو اللي عشان برضو يتطمن على جمانة برضو يتطمن علي وضع طبعا كوبار ديميول بس الصغيرين احنا فيه طبعا نوايا اختلفت عايزين نرجع السنة ورا كده هي قبل ما فكرة ياخد سلوك عنيف أو نوبات غضب أو بيهيفير هنلتكلم عن البرين أو نتكلم عن المنتل عقلي اللي ممكن يحصل البرين لو ابني بدأ يتفرج على التلفزيون هو مفروض بشكل نفسي مفروض الأطفال متفرجوش قبل ثلاث سنين وده مش لوجيك ده مش طبيعي بس المشكلة ان المصارات العصبية اللي بتعمل عند الأطفال حد ثلاث سنين انا ابدأ اطورها مهارات لغوية ومهارات تعليمية وتم يتمعرضت وهذا لا يحدث احنا بنعاده ده مو الكرتون وهو صغير ده عشان خاطر بس بيزن فيبدأ على طول تشتيد انتباه لأي مدى خارج التلفزيون تأخر في النطق عشان هو احنا متخيلين لو بياخد حصيلة غوية خالص هو متلقي تشتيد انتباه نقص تركيز ممكن توصل اترفرت حركة ويتأخر في النطق وتأخر في النطق ممكن ينطق بعد ثلاث سنين ممكن توصل عند خامس سنين تيجي المشكلة اللي بعدها التلعصم او التهتاف الكرام طيب لو كان من الشخصيات بقى الخجولة ومتلقي في الحاجات دي بيعيش في حاجة اسمع العالم الافتراضي فيبدأ الهيمونات التحفيز الموجودة في البرين في المخ تبدأ تنتعش ويكون مبسوط لو بيتفرج عليها فرابطي الإيجابي فلو منعته وساحت ادمن سلوك فخلاص هو فاحنا مشكلة عندنا ان هو حتى في البرين انا اطلعت طفل عنده اضطراب نفسي او عنده مشاكل لازم بعد كده بيبدأ عالجه جلسات بقى تخاطب جلسات تنمية مهارات كل ده بسبب ان بعض الاهالي بيستسهلوا بيسيبوا الاطفال قدام التليفزيون او بيدوهم للموبايل لشيسكوتوا قبل سنة ثلاث سنين الموبايل دي كمان مشكلة خطيرة يعني الناس دلوقتي انا عندي ولادة اخوية تحديدا كمان يمكن الموبايل في ايديهم هم سنة دلوقتي سنة ونص والناس بتدخل على يعني ما شاء الله على يوتيوب يدخلوا ويعملوا سهرش بتاع احسب من حد ناضج او حد كبير والموبايل بالنسبة له هو خلاص ادمان وطول ما هو مع الموبايل طول ما هو مبسوط اتخذ منه وبيأثر عليه بيبتدي يغضب بالزبط بالزبط انا عايز اقولك بعد كده بيأثر على المادة البيضة اللي خاصة بمصارع عصب في المخ فبيبدأ بقى يبقى عنيف لو سحبت حاجة فامريكا سموه مرض السرعة او نفاذ الصبر اي حاجة بسرعة حاجة ده بسرعة اعملي ده بسرعة لو اي حاجة اخرت بنبدأ نلاقي نوابات حلع ونوابات زعر ونوابات غضب ونبدأ نلاقي عصبية ونبدأ نلاقي الدنيا مش حتى في الفصل رد الفاعل بتاعه مش طبيعي ده احنا لو نتكلم على البرين طيب تعالي بقى نتكلم على الفكرة البيويفير بتاع السلوك بتاعه هو السلوك لو الحاجة بتفرج عليه بتاع وجهة نظر فرجت حلع جابتني فبتبدأ السلوك أجربه مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما معتقد أنا مبسوط جدا من القدوة دي بالنسبة لي زي خالو مثلا أو بابا بحبه فابدأ أعجب بالشخصية دي فابدأ أسمع كلامها فالشخصية خجولة بتبدأ تعيش في العالم الافتراضي مش متقبلة العالم الحقيقي فبتبدأ من الشخصية خجولة تنزل الشخصية المتوضع إلى إيه اللي تستقى بالنفس بلاقي بقى كوابيز بالليل باجي لقي تحتها دايما وتلعسهم تباول لا إراضي وقد يوصل لتبرز لا إراضي رفضة فكرة إنعزالية تامة سوء تأخذية وبالنسبة للبنات ممكن توصل لبي دي دي تربط شوي الجسم لو بعد كده توصل أنا مش متقبلة شكلي هي ما عندهاش فكرة اللي هي كيان في المجتمع فهي مش موجودة في المجتمع هي عايشة في عالم الافتراضي ده بالنسبة للشخصيات اللي عرضة للحاجات دي طيب فيه شخصياته الأخرى اللي هي شخصيات الجريئة أو القوية هي اللي بتبدأ تجرب الحاجات اللي موجودة بحي زافرة بس عايز أقول إن فيه كانت جنيمة وشورة قوي بورس سعيد طفل عنده 11 سنة من الشخصيات الخجولة عايش في عالم الافتراضي بسبب الكارتون أول ممارس العنف مارسوا على والدته فقتالها هو غازبا عنه حصل في نفسه هو بيقلد البطل اللي بيتفرج عليه خلاص بالضبط حصل في انجترا إن بنت قالك جنية بتطلع لو فتحت الغاز فتحت الغاز بالليل كان البيت كله مفاجر الصبح هي حاجة بتبصر حاجة اسمها الدوجما يعني حتى مثلا بتاع الجماعات الإرهابية اللي هو فكرة إن انت بتخسر العقول هو بيوصل حاسمة الدوجما هو مقتنع بهذا السلوك مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله فهو لازم يبدأ يطبقه عشان هو أدمن هذا السلوك أو أدمن هذا المعتقد وفيه كانت كلية الطب النفسي الأمريكي كانت بتأكد إن كتير إحنا عندنا مشكلة بين الخيال والواقع لحد ثمان سنين فبيبدأ يجرب الحاجات الموجودة على أساس هو مش عارف هو مش مقدر إيمة الشيء اللي ممكن يعمله وفيه ناس المتلقي طب هو مش هيجرب بقى خلاص فهو قاتل الفكرة الشغف عنده فقاتل الفكرة الطموح أنا مش عزيزة أسأل حاجة فبيتحول إلى الشخصية الاتكالية إن هي ملاشة بالضطط هو بقى بيشوف وإن كان في كارتون أو بيتحقق في كارتون أو من خلال لعبة فعالم افتراضي مش بيحاول أنه يحقق حاجة على الأرض الواقع طيب دكتور كمان زي ما حضرتك بديت مثال حتى الطفل في بورسعيد اللي قتل والداته طبعا من غير يعني ما يكون واعي فيه كمان شفنا كان فيه لعبة في وقت سابق كان من ضمن شروطها أنه الطفل يقزي نفسه أو أنه هي بتوصل لنتحر وشفنا بالفعل أطفال انتحر سؤيل حضرتك يا فندم الألعاب دي موجود والإنترنت موجود صعب جدا دلوقتي الأهلي تقدر تعمل كنترول على ولادها خاصة السن المتقدم شوية مش الخمس سنين ومش ست سنين يعني بداية من سبعة تمانية الطفل لا بيبقى بيتعامل وبيروح مدرسة أو معادي بزبط فسؤيل حضرتك يا فندم إحنا إزاي أصلا نقدر نكونترول هل فيه طريقة نقدر فعلا نتعامل بها مع الأطفال نقدر يعني نحاول نحض من استخدام أو مشاهدة الكاتونز دي أو لعب الألعاب دي سوز محمد صبحي زمان كان بيقول في يوانات ونيس تفاقت أنا وذوجتي أن ربي أبنائنا على قيمة حميدة ولكن اكتشفت ونحن ونربيهم أننا نربي أن تصنع إحنا إحنا لما تولدنا نتاج لبابا وماما إحنا اللي أوجدنا لولادنا حاجة سمع تلفزيون وتاب وموبايل وإحنا اللي أحدين أنا مش بقول نمنا بس إحنا نعمل إيه الموبايل معي ليه عشان خاطر هو اللي زي ما معاه عشان أنا هو دايما ابني بيارف يتحكم في أو يبتزني عاطفيا إيه بابا ماما أنتو تحبنيش أو عياط أو زن أو نوبات غضب قدر من أبي أعرف إزاي أنا كده سيطرت على بابا وإسلوب بابا أو ماما فأبدأ أخذ الشيء اللي أنا عايزه فبيبدأ بعد كده ابني ياخد هذا هذا الليين ويكمل عليه فأنا ليه ما يديش الحاجات دي كنوع من ألواع المكافأة ليه ما حطش ده هتاخده آخر يوم لو عملت واحد اتنين تلاتة اربعة صحيح إحنا جمعا كنت عارف يأثر علي ففكرة المكافأة هنا هي بيبقى إسلوب يعني يعني عاوزوا ليه بالبلد كده جر رجل الأول مكافأة بعد كده ابتدت المكافأة دي أعززها فبدأ لنص ساعة ساعة اتنين تلاتة أصبح ليهم كله بعد كده في حاجة تانية مهمة أولا كلمة شمعنا وصحابه في المدرسة يعني هما لو أنا مثلا ابني دلوقتي راح مدرسة عنده ثمان سنين شايف صحابه في المدرسة اللي معه التاب والمعه الموبايل شمعنا بلاش مش هيستخدمه مثلا في البيت هيستخدمه عند صحابه هيستخدمه في المدرسة لما يروح لصحابه أي مكان فهل في طريقة فعلا أقدر أقنع بيها الطفل أخليه أوعي زي ما بنقول إن هو لا ده مثلا مش سنك لما تكبر ما ينفعش تشوف دلوقتي في طريقة فعلا نحن نقدر نعمل طب المدودة كبيرة أو حلوة بلاش دلوقتي اسكت دلوقتي لما تكبر الجمل أنا بسميها بالنسبة لي الجمل السامة اللي هو بيبدأ يدور عليه طبعا هعمل سر طبعا هاجيهم ورقه ما بحبش كجمل نوم مرغوب بالزبط فأنا بعمل إيه فكرة شمعني لازم أعرف الأول عن شخصية اللي بتقوله شمعنا شانده مهم جدا لو كانوا من شخصية خجولة فإبني بدأ يبقى شخصية قابلة للشخصية التكلية أو ممكن يبقى شخصية قابلة للتنمر من أصحابه عادي بس اللي هو يكتسب بالثقة يمكن يقبل هو الناس تتنمر عليه صحابهم في دراسة والصد اللي هو يجي يقول قصص خيال ما حصلش زي بنسميه الكذب الخيالي أنا عملت كذا عشان هو لازم أخذ بالي من دي جدا عشان ده بعد كده هيعمل حاجة اسمعي الكذب اللي ادعائي هيبدأ يجذب حاجات ما حصلتش فدي شخصية اللي لازم لازم تعالج أو لازم نتعامل معها مع شخصات خجولة متواضع طيب إشمالة دي لو كان من شخصياتك قوية ده اسمه وبتزز عاطفي طيب يبقى ده ده هناخد شوية خطوات معاه ده من الشخصيات اللي بيبدأ ليبتزني عاطفيا طيب فكرة إن أصحاب الموجودين أسهل وسيلة لتوصيل ولادي معلومة على القصص والفيديوهات بنسميها كراكتور بيلمين بلا شخصية عشان توصيل رسالة روابط إيجابي شخصية اللي بيحبها لو كان قدوة من نسبه له بابا ماما خاله عمه أي حاجة أو أنا لو كنت ماما أو بابا أنا مكنش بستخدم ده وإحنا صغيرين وجد لازم أوجد دايما لابن بديل معا لنا دايما أحكي قصص وحاجات لها علاقة بفكرة الرضا يعني أنا عندي كذا عشان مثلا أي حاجة دايما بقول فيه فرق بين الرشوة وبين الهدايا اللي هي طولة المدى طولة المدى دي يعني ممكن النهار ده مبال ده ده مكافأة قصيرة المدى بس لو وديت له هدية بعد كل حاجة ديسمع الرشوة فيقول ليش مانا فلازم أبدأ من هو صغير لما يعمل مثلا سكولشيت أو حاجات لو عملت كذا هعمل لك كذا آخر اليوم بقول أنا حاجات كويسة اللي أنت عملتها آخر الأسبوع هجيب لك الهدايا فراني مش دايما بعد كل حاجة هجيب له فيبقى عنده مشكلة في كره بتاع الرجدة وكره السعادة لو دايما مثلا أنا جيبته مبال جديد واو ممسوط اللي بتحصل للطفل بمجرد اللي هو يبقى أثير الموبايل بشكل عام أو الكرتون إيه الأعراض اللي ممكن تظهر على طفلي أعرف من خلاله اللي هو محتاج لدكتور يعني تعديل سلوك طيب لما علايا ابني كان متكلم بدأ يبقى منعاز الفترات طويلة في قطه وممكن يفع الباب عليه التغذية مش أحسن حاجة يعني حافة جديدة يسمنا مفرطة هو مش عايز خايف أصلا يعامل حتى الناس اللي بقى قريبين منه حتى قريبه ودي مشكلة كبيرة ببقاش عنده الرغبة إنه هو يبقى اجتماعي وقابل الناس بدأ بالليل يجيله هلع ليلي هلع ليلي ده بيجي فترات طويلة قوي أو بدأ يجيله كوبيس بدأ يخاف من الضلمة بدأ دايما يعيط ويسحى بالليل معيط بدأ نفسه ينام في حضن بابا أو حضن مامته بدأ ألاقي السلوك عنيف مع الناس ويرابين منه زي ماما زي إخواته اللي هم منطيت أمانه لازم كده منبه لا أنا ابني ما عنده مشكلة وبقى الكربة بتاع الثقة بالنفس بدأ يقل وممكن ساعتها يكمل كده في الانعزالية وده سهل جدا يوصل لحاجة سمع مرض الوهم واليأس والهوس اكتئاب أو الاكتئاب وممكن أو يبدأ السلوكه عنيف ويبدأ يعمل حاجات غلط أو ممكن يوصل دكتور سريعا جدا حضرتك تتكلم في أنه كل السلوكيات دي إلى حد ما تحتاج لملاحظة شديدة في بعض الأهالي ممكن ما يكونش عندهم ملاحظة دي أو دايما بنقول معلش أصله كذا معلش يمكن سهل حضرتك هل يجب أن الأسرة تاخد ولادها مثلا زيارة مرة مثلا لأخصائي أو استشاري تعديل سروق ولا الأسرة ممكن فعلا بنفسها تقدر تلاحظ هذه السلوكيات سريعا جدا هل يجب أن نتقل للمجاست بص سواء لازم نلاحظة لازم نلاحظة لازم نلاحظة لازم نلاحظة لازم أتقبل النغض لو حد قالي حاجة من أصحابه أو أولا أمور في المدرسة أو المدرسين ما يفعلش أقول ابني لا أكيد ما عملش يعني كل اللي أنا أقدر أقوله دلوقتي لأنا ما بقاش فرحان إن ابني منه هو صغير شاب يعني أو دي لأخصاء نفسي أو دكتور تعديل السلوك مسبق ممكن يعني تلعمل تلاف إحنا سمين جدا إحنا لازم نطلع دلوقتي حالا للموجز يعني علشان المعدة دكتور يعني نور أسامة استشاري نفسي وتعديل السلوك بنشكر حياك فندم على وجودك معنا في صباح الخير